من إسطنبول مع جورج صبرى عضو الهيئة العليا للمفاوضات مساء الخير أهلا بك معنا سيد جورج لنستخدم العبارة التي أنهت فيها زميلة مونة تقريرها الشيطان دائما يكمن في تفاصيل انطلاقا من كل هذه التفاصيل هل تعلقون آمالا على جينيف بنسخته قريبة؟ حقيقة إذا كان استمرارا لنسخة السابقة في الرابعة والخامسة وما قبلها لا يمكن أن يعول عليه لذلك إذا كان الرعاة الإقليمين والدوليين للعملية السياسية يريدون فعلا عملية سياسية ناجحة ومثمرة لابد من مقاربة جديدة في هذه المفاوضات أي أن يكون هناك أمام المعارضة وفد يمثل النظام يريد المفاوضات بالفعل شريك حقيقي في العملية السياسية هل من مؤشرات على أن هذه المرة سيكون وفد النظام يعني غير ما كان عليه في جولات سابقة؟ للأسف ليس هناك ما يشير إلى ذلك خاصة باستمرار الدعم الروسي والدعم الإيراني له الذي يوقعانه بوهم بإمكانه أن يستمر بالحل العسكري القمعي الحل الإجرامي الذي لم يقدم شيئا في الحقل السياسي إنما زاد عدد الشهداء زاد عدد الجرحة وزاد من حجم الكارثة السورية النقطة الثانية أيضا لابد من البدء من النقطة الحقيقية وهي عملية الانتقال السياسي هذا ما تنص عليه وثائق الأمم المتحدة التي حددت معالم العملية السياسية بدءا من بيان جينيف واحد لعام 2012 وحتى القرار 2012-2054 والأساس أيضا في القرار 2018 الذي يجري تجاهله بين الحين والآخر النقطة الثالثة أيضا لابد من أن يوضع في الاعتبار الجريمة التي جرى ارتكابها في خان شيخون استخدام السلاح الكيماوي مرات عديدة والتي أثارت حفيظة العالم ويجب أن لا يبقى الأمر في إطار الاستنكار فقط ويبقى السلاح الكيماوي المجرم ويبقى المجرم طليقا هل يمكن أن نشهد انعكاسات ما حدث بخان شيخون بهذه الجولة تؤثر بطريقة أو بأخرى وموضوع اتفاق وقف التصعيد والذي يشهد طبعا دائما خروقات ما المصير الذي تتوقعونه طبعا أنتم كنتم وما زلتم ضده وكيف يمكن ربطه بالعملية السياسية هذا الاتفاق أقل بكثير من أن يرتبط بالعملية السياسية ولا أدل على ذلك من أن الأمم المتحدة كانت مجرد مراقب الولايات المتحدة كذلك أيضا وحتى الآن الإدارة الأمريكية على لسان أكثر من شخص من الذين يمثلونها تتحدث عن ضبابية هذا الاتفاق كذلك عدم وضوحه وعدم شرعيته أيضا لذلك يسعى الروس لإعطاء هذا الاتفاق الشرعية عبر مجلس الأمن الدولي ونلاحظ أن الولايات المتحدة وأوروبا حالت دون ذلك نعتقد أن جينيف القادمة يجب أن تعود إلى السكة الصحيحة وهي أن تبقى بأيدي الأمم المتحدة وبإشرافها وعلى هدي القرارات الدولية أنا أشكرك جزيلا من اسطنبول سيد جورج صبرى عضو الهيئة العليا للمفاوضات ترجمة نانسي قنع